يأتي هذا الملتقى الذي يجمع بين أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين ليؤكد على عمق الروابط العربية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ونأمل وكلنا ثقة في أن هذا العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات ويسل بها نحو ما يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين وبين نجعل من هذه العلاقات نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تميزوا بالقوة والثبات والاستقرار فضلاً عما تتسمو به من قابلية كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة وأمكانيات وموارد اقتصادية كبيرة تتميز بها كل البلدين ومن جانبنا كأصحاب أعمال فإن أحد توجهاتنا وأهدافنا هو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أشقائنا في جمهورية العراق خاصةً بظل ما يلقاه هذا التوجه من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه رئيس جمهورية العراق برهم صالح حفظهم الله ونتطلع إلى أن ينجح هذا اللقاء في وضع آليات عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إخواننا العراقيين وذلك بالاتفاق على برنامج عمل يتم العمل عليها من جانب الطرفين السعودي والعراقي